اشتركوا في القناة هلأ بدنا نكمل شريح هلأ بننبلش بموضوع التفاعلات تاعت الالكينز والالكينز اول شي طبعا رح نبلش تفاعلات الالكينز وبعدين تفاعلات الالكينز بالنسبة لتفاعلات الالكينز بالشكل العام كل تفاعلاته تفاعلات اضافة والهدف من هاي الاضافة هو انه نكسر الرابطة الثنائية تحويلها لسنجل بون يعني بدنا نكسر البي بوند ونحاولها لتونيو سيجما بوند وهذا الاشي اللي رح نلاحظه في كل التفاعلات اللي رح تمرؤ معنا طبعا احنا رح ندرس كل التفاعلات بالتفصيل الممل لذلك يعني هي رح يكون كل ياسه الهدف منها كسر الرابطة الثنائية باي وتحويلها لتينتين سيجما بوندز تمام؟ هلا دائما رح نلاقي بالتفاعل تبع الالكينز عندنا الكين مع ري ايجنت بيعطينا الكين يعني الهدف برضو من هاي التفاعلات بطريقة اخرى انه نحكيها انه نحول من الكين لالكين او لالكي الهالايد او لاي اي اشي غير الالكين يعني انه الرابطة الثنائية تنخفي من المركب فهونا حاطين بهاي السلايد تلخيص للتفاعلات اللي رح نحكي عنها هلا اللي هم تلت تفاعلات رح نبالش فيهم واحد واحد طبعا اول اشي من اسمها يعني فيها هيدروجين وهالايد شو الهالايد هدول اللي هم او عناصر المجموعة السابعة سي ال بي ار هدول الشلة يعني كل اياتهم هدول هم الهالايد اللي هم مجموعة السابعة هدولة منضيف دائما التفاعل بيكون انه احنا منضيف للالكين بنضيف له هيدروجين هالايد زي في عندي المثال اللي هون هاي الالكين ماشي هادا شو اي سيلين تمام الاسيلين ضفت له اتش و سي ال هاي شو هايدروجين هالايدز ماشي شو نتاج عندي نتاج كان سي اتش ثري سي اتش تو سي ال شو هاد اسمه كلورو اي ثين اوكي هادا كلورو اي ثين هلا بدنا نبالش نحكيها ستا عن الميكانيزم و كيف صار التفاعل بالزبط بحكي لي الادشن ايش معنى كلمة ريجو سيلكتف بحكي لي انو كلمة ريجو سيلكتف معناتها انو الرياكشن بيكون بيكون وان دايركشن اوكي الرابع لما بدي اضيف الاتش و السي ال بضيفهم من جهة واحدة مش واحدة فوق واحدة تحت ومثلا واحدة يمين واحدة شمال لا بنضافو بنفس الجهة طبعا هاد الاشي ما رح يبين معنى الا بالحلقات رح يبين الفرق بالجهة اللي رح اضيف فيها لانو بالحلقات بيين عنا شغلة السيس والترانس تفرق اما هون مش رح يبين معي الفرق لانو اصلا السينجل بوند ما فيها السيس والترانس يعني هاي شغلة نتفق عليها منها لو ما تخربطوا السيس والترانس بحالات الدابل بوند والتريبل بوند موجودين مش موجودين بالسينجل بوند الحال الوحيدة اللي بيكون فيها سينجل بوند وفيها السيس والترانس هي لما يكون عندي حلقة لذلك لما احكي ريجو سيلكتف وهاي القصص ما رح يبين عندي هسا الاتجاه ما رح يفرق معي الى لما يكون لما يكون يعني لما يكون التفاعل على حلقة بيبين معي الفرق لما اضيف من نفس الجهة او عكس الجهة لانو رح يختلف بالتسمية طبعا عشان هيك رح تلاقوا انو كل التفاعل تقريبا معطينكم مثال عادي ومثال على حلقة عشان تشوفوا الفرق نجي هون على ماركوفنيكوفز رول طبعا هاد الاشي كلياتنا بنعرفها ماركوفنيكوفز رول احنا كلياتنا بنعرفها اللي هي الادشن لما بدي اضيف اتش اكس لدبل بوند الاتش بتروح على الكاربون with the greater number of hydrogen يعني الكاربون اللي معها اكتر عدد من الهيدروجين الاتش بتروح عليها دايما الاتش او اللي هي البروتون يعني الاتش دايما هي اللي بتبلش التفاعل في تفاعلات الاضافة اللي رح نشوفها هلأ فدايما الاتش بتبلش التفاعل بتروح على على السي اللي معها عدد هيدروجينات اكثر ماشي والالكس اللي بتضل بتروح على الكاربون التاني اللي هي عدد هيدروجيناتها اقل نشوف المثال اللي فوق هذا المثال حسب قاعدة ماركوفنيكوف حيطلع معنا هاد البرودكت اوكي لو ما ضفنا على قاعدة ماركوفنيكوف رح يطلع معنا هاد البرودكت طبعا هاد البرودكت ما بطلع بالتفاعل اوكي اللي بطلع معي هاد بس ماشي ماشي اوكي هلا هون عم يحكوا عن ماركوفنيكوف رول يعني هي عبارة عن مثال عن الريجو سيلكتيفتي انه يعني وين الـ 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 وين الـ 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 بدا تيجي اوكي شوف الـ هادول اول اشي عندي هاد هاد انضاف له اتش اي تمام هلا انا فعليا حسن ماركوفنيكوف رول الاتش هتيجي هلا سيهاي عليها كم اتش تنتين سيلي جنبها كم اتش عليها ولا واحدة تمام فالاتش هتيجي على الاتش زي ما قلنا الاتش هي سيدة الموقف هي اللي بتبلش التفاعل قد حالها لانها بتروح بتبلش التفاعل وين بتروح بتروح على الاتش على السي اللي معها اتش اكتر بتحكي انه يعني انا اروح على واحدة ما فيها اتشات واضل لحالي لا فبتيجي مع الاتشات اللي اكتر اوكي فهلا لما تيجي بضل الـ اي طبعا السيد تانية هلا لما نشوف الانترميديات لما نشوف الميكانزم للتفاعل السيد الثاني بيصير عليها إشي موجب يعني شحنة موجبة الآي سالبة بتروح على السيد الثاني لذلك هيطلع عندي هاد البرودكت تمام هلا هاد البرودكت نضاف عكس قاعدة ماركوفنيكوف ما رح يطلع معي أوكي ماشي هلا نشوف المثال اللي تحت المثال اللي تحت بحكيلي هاد نضاف له H CL برضو ال H سيدة الموقف رح تيجي على هاي الكربونة لأنه في عندها 2 H بينما هاي ما عندها غير H واحدة أوكي رح تيجي ال H هون وال CL على الجهة الثانية بيطلع معي هذا الماجر برودكت وهذا يعني هذا ممكن انه ما يطلع بالمرة ممكن يطلع بس بالنسبة يعني احنا بنهملها وبنعتبر انه ما طلعش اصلا عشان هيك يعني بنحكي ماجر برودكت ماجر برودكت هو الاشي اللي بطلع حسب ماركوفنيكوفز رول هون هلا هون حلقة بس ما انه انا عم ينضاف عندي من جهة واحدة وما رح يفرق معي عشغلة سيس والترانس وهيك ما رح يبين معي موضوع سيس والترانس هون فهون ما رح تفرق ماشي هنضيف H to O ال H to O لش حسبوها مع ال H to O لانه بحكي لك ال H و O H نفس المبدأ يعني نقيا بس عشان هلا ال H to O عبارة عن H موجب و O H سالب زي هزاي ال H موجب مع C السالب نفس طريقة التفاعل نفس الميكانيزم بتصير طبعا هون في عندي حمض بنشوف لاش الحمض كمان بس نتقدمنا قدام بالموضوع بنشوف شو أثر الحمض هاد ببساطة الحمض هادا لما ينحط مع الماي بيجبر الماي انها تتفاعل حسب ماركوفنيكوفز رول في اشياء تانية ممكن تنحط هون بتخلي الماي تتفاعل عكس القاعد لذلك انا نما اشوف ماي مع ال H to S offer او مع الحمض بشكل عام بحكي انه لازم افاعل حسب قاعدة ماركوفنيكوفز يلا نفاعل ال H رح تبدأ التفاعل يا حتكون على هاي يا حتكون على هاي ماشي بتشوف شو اللي عندها H اكتر بتروح عليها طبعا هاي اللي عندها H اكتر بتيجي عليها وبعدين ال OH بتيجي فوق فبطلع عندي هذا المايجور برودكت وهذا هو اللي عكس القاعدة ما بدنا اياه تمام طبعا هون عاية اسئلة بناءا على الاشي اللي نشرح كتير سهلين بدر واحد حلهم طبعا هون بحكي انه سؤال طالب بده انت تتنبأ شو المايجور برودكت يعني ما بدنا يعني بدك يضيف على قاعدة ماركوفنيكوف ما بده الاشي التاني اللي مش طالع اصلا طيب هلا هون معطيني مثال حتى يورجيني الميكانيزم للتفاعل طبعا هذا التفاعل تمام اول اشي محكي لي انه رح نضيف HCL على 2 بيوتين تمام محكي لي انه الميكانيزم 2 ستيبس هلا رح نلاحظ الباترنز الخمسة اللي حكينا عنهم في بداية للشابتر حيطلعوا معي بالميكانيزم كل ميكانيزم ممكن يكون فيها اكتر من باترن حنشرحهم يعني كل مرحلة باترن شكل هلا شوف هون ستيب 1 اد بروتون هاي باترن الاول اوكي بتكون عندي لما طبعا حكينا احنا شو البروتون عندي هون ال H دايما ال H هي اللي بتبلش formation of ميكانيزم اوكي واللي هو secondary كاربو كتيون تارميدي تمام طبعا هاي مصطلحات انشأت وانتو عارفينها يعني احنا كنا هالسا عادين عم بالراجع ماشي هلا الهتش بلشت التفاعل شو اللي بدو يصير الرابطة هاي الكيرفت اره شو بحكيلي هذا شو بحكيلي انه الرابطة هاي استغنت على الالكتروناتها لصالح السيئل فبتيجي اله بتقعد محلهم تمام هلا لما اجت اله انو واحدة بدها تنقي من يعني انو سي بدها تنقي طبعا هنا اذا منلاحظ انو السي تنتين عليهم اتش واحدة فما رح يفرق معي غير انو اصلا المركب هذا سيمتريك لو نعمل هيك حطو كأنو في مراي فوانما اضيف اله ما رح يفرق اوكي حتيجي اله على واحدة من الكربونات هاي ههم اضافوها هون ماشي فالكربون التانية زي ما تعلمنا بيصير عليها موجب تمام هلا هذا كاربو كاتيون انترميديات لو نعرف هو شو بطلع السيكندري لانو الاكس اللي عليها موجب مرتبطة بكربونتين هاد الاشي كله شرحناه قبل هيك طبعا بطلع عني طبعا السيئل اخذت الالكترونات بتاعت الرابطة وضلت سيئل سالب لحالها تمام هاي اول اه اي اول ستيب من التفاعل طلع عندي لبروداكت هدولا طلع عندي كاربو كاتيون انترميديات والسيئل سالب الستيب التانية هلا البروداكت اللي بيكونوا باول ستيب بيكونوا بيكونوا بالستيب التاني تمام بحكيلي بصير عندي راكشن لا الريكترو فايل و نيو كليو فايل حتى يعملوا نيو كوفيلانت بونت هاد الاشي برضو من الباتنز اللي اخذناهم اه بحكيلي انه السيكندري بيوتيل اه كاتيون رح يتفاعل مع السيئل سالب طبعا السيئل سالب عبارة عن نيو كليو فايل و والكاربو كاتيون عبارة عن الكترو فايل تمام هلا النيو كليو فايل رح ييجي على دارة الكربون الموجبة طبعا لانه مش رح يجدبوا الى الاشي الموجب ف بطلع عندي هاد الاشي اللي هو تو كلورو بيوتين هلا فيها هلا في هاي السلايد اه رسم لي ال الديوجرام تبع التفاعل المثالي اللي شرحنا هلا حتى يوضح لي شو كان اصدو يعني عشان يربط الاشياء في بعض تمام هلا زي ما احنا شفنا هون الرياكتدز هاي هم صار في عندي طاقة هاي اكتيفاشن انرجي هاي الفرست ستيب من التفاعل اوكي احنا قلنا لما يكون في عندي تو ستيبس رياكشن شو بيكون عندي يكون في عندي خطوة سريعة وخطوة بطيئة هاي هي الخطوة البطيئة تمام اذا هاي شو هي ايه الرياكشن اللي هي بتبطئ الرياكشن تمام هاي الانترميديات هون بالوادي تمام لهو الانترميديات اللي طلع معنا شو هو الكاربوكاتايون والسيئة السالب سوري ايو هاي الانترميديات تمام هاي كله شرحنا ثاني اشي ردينا اعطيناه اكتيفاشن انرجي 2 عشان يطلع معي هاد البرودكت هاي الاكتيفاشن انرجي 2 اعطيناها للانترميديات طلع معي البرودكت النهائي طبعا الهيت اوف انرجي احنا عارفين هاللي هى الفرق بين البرودكت والرياكتنس وهيك يعني كل شي واضح تمام هلا كاربوكاتيونز هلا عم يرجع ييد حكي انا شرحته قبل طبعا انطرت اشرحه قبل حتى تفهموا الصورة اللي كنت بدي اهوصلها لذلك يعني هون احنا كأننا عم نمر عن اشي عم نراجع مراجعة بيحكيلي انه هون هذا المثل اللي حكينا عنه وهذا التيرتشري كاربوكاتيون بيحكيلي انه طبعا يعني هو بدي يوصل انه التيرتشري هو ستيبل اكتر من السكندري طبعا التيرتشري هون بيحكيلي انه الشحنة تاعته متوزعة على الثلاث كربونات عشان هيك هو ستيبل اما هون جاي على كربوني واحدة فانه يعني كربوني مش متحملة اصلا اوكي بيحكيلي هون كاربوكاتيونز انه هي عبارة عن اشياء مركبات فيها كاربون اتومز فيها حكينا بتكون عندها ثري بونز سيكس اليكترونز و شو اسمه و عندها بوستيف تشارج اوكي هذا حكينا بيحكيلي انه الانجلز تبعتها مية وعشرين بين البونز اوكي و حكيلي انه هي تستعمل الاس بيتو هايبرد اووربيتالز او بتعمل سيكما بونز مع ثري اتاشت جروبز تمام هلا بيحكيلي انه كمان اه هلا بيحكيلي كاربوكاتيونز شو صفاتهم اول اشي هما الكتروفايلز لا لانه علاهم مش رحنة موجبة طبيعي تاني اشي هما لويس اسد ما احنا حكينا الالكتروفايل بيكون لويس اسد فهذا اشي يعني معروف طبعا لما انهم الكتروفايلز بيستقبلوا الالكترونات بيحبوا يستقبلوا الالكترونات عندهم فقر بالالكترونات هلا هون برضه رجعي يحكي انه التيرتشري كاربوكاتيون ستيبل اكتر من السكندري لاش لانه بده لور اكتيفاشن انرجي حتى يتحول لذلك هو ستيبل اكتر تمام هلا السكندري كاربوكاتيون اه مور ستيبل دان البرايماري برضه لنفس السبب لور اكتيفاشن انرجي لحتى يتحول يتكون تمام هلا المثل والبرايماري حكينا انه هم كتير انستابل وعمرهم يعني ما بنقدر احنا نطولهم او نحصل عليهم او نعزلهم اوكي هلا هون حاطت ترتيب ازا بتتذكروا انا رتبتلكم يوم قبل هيك وحكينا عنهم وشرحنا الموضوع كلياته وهو ترتيب الستابلتي تاهم اوكي هلا نيجي لموضوع الاندكتف افكت هلا بحكيه للاندكتف افكت حسب الالكترونيكاتيفتي للدرات المرتبطة بالكاربوكاتيون اوكي بدي اشرح اول اشي شغلة بعدين ارجع للسلايد هاي تمام برضو هاي انا جبتها من خين اكاديمي عشان اشرح عليها اول اشي اذا بنتذكر البي كي اي كانت بتقيس الحموضة والقاعدية طبعا كل ما قلت البي كي اي زادت الحموضة هاي اول شغلة تمام لو نطلع على الارقام عندي يعني كل ما نزلت لتحت دا اي ام سحاد كل ما نزلت لتحت تزداد الحموضة هاي هات في بالكم هلا احنا قلنا انه الكاربوكاتيونز كلاتهم اسد اوكي هلا مش هون مشكلتي انا مشكلتي انه عندي اسد تمام هلا كل اسد فيهم بدي اطلع البيس تبعتهم ليش هلا بنشوف ليش اول اشي انا نطلع البيس من هذا الاسد الاسد الاولاني كيف ننطلع البيس من نشيل الاتش شو بصفي عندي هاد تمام وعليه negative charge الثاني نفس الشي باشيل الاتش بطلع عندي negative charge الثالث باشيل الاتش بطلع عندي negative charge طبعا هلا اول واحد النغative charge تبعته لو نطلع السي مرتبطة بتلاتة اتش السي لح اذا النغative charge تاعتها مش مش متوزعة الا على السي لحالها السي التاني يعني ما بتقدر تشيل منيح لانه الكهروسالبية تاعتها قليلة تمام والاتش يعني ما بتعمل اشي ما في بقيتها اشي لذلك الشحنة تاعتها مترقزة مش موزعة مليح فهي اصلا غير مستقرة ننزل لتحت رح نلاقي في عندي سي ال هون السي ال شو بتعمل لانه كهروسالبيتها عالية بتصير تسحب الالكترونات لعندها بالتالي الشحنة بتتوزع يعني بتتوزع بطريقة افضل بالتالي هاي اكثر استقرار واخر واحدة بلاقي عندي تلاتة سي ال اوكي تلاتة سي ال هدولة بيسحبوا اكتر الالكترونات بالتالي بيخففوا حمل بالتالي بيصير الموضوع يعني بتصير الشحنة موزعة اكتر اذا مورستيبل طبعا كل ما كانت طبعا هون كل ما كانت القاعدة مورستيبل اذا هي يعني او بغض النظر كل ما كان المركب مورستيبل هتكون حموضته اعلى بالتالي عشان هيك احنا لاحظنا انه اللي فيه تلاتة سي ال حموضته اعلى من اللي فيه واحد سي ال واللي فيه واحد سي ال حموضته اعلى من الاسد اللي ما فيه ولا سي ال تمام فالمعلومة المفروض توصل لنا طبعا هاد الحكي مش مطلوب نتعمق فيه مطلوب نعرف انه الاسد كل ما زادت التوزيع الشحنة بشكل عادل فيه بيكون مستقر اكتر معناته الاسد تتبعته اعلى وهذا الاشي اللي احنا شايفينه هون تمام نرجع لالسلايد هاد هو طبعا هاد هو تفسير الاندكتف افكت محكيه للإلكترون نكاتفتي للكارون اتم اللي عندها بوزيتف تشارج اه تعمل إلكترون ويد روين يعني تسحب الإلكترونات اه لعندها اوكي هلا طبعا السي بتسحب بس طبعا حكينا احنا كل ما كانت الالكترون نكاتفتي اعلى بكون العنصر بسحب يعني الضرب تسحب اكتر هلا بحكيلي البوزيتف تشارج الكاربوكاتيون is not localized and trivalent on the trivalent carbon but rather is delocalized over nearby atoms as well يعني الصحيحة الصحيحة الشحنة موجودة على الكاربون بس الاشياء الاتومز اللي جنبها تسحب هاي الشحنة عشان تخفف عنها تمام وحكيلي the larger area over which the positive charge is delocalized the greater stability of the cation كل ما كان السحب اقوى كل ما كان الكاتيون استابل اكتر فاللي بدنا نوصل له بما انه بتطلع شو اللي جنب السي اللي عليها شحنة طبعا هاي احنا عم نشحرح عشوحنة سالبة ممكن تكون موجيبة عادي انا عم بشرح عشوحنة اه سالبة برضو عادي واسيبكم من حموضة وما حموضة انا فكرتي بدي بدي توصل انه كل ما زاد الاشياء اللي جنب السي كل ما كانت كهروسالبيتها اعلى كل ما سحبت اكتر كل ما كان الكاتيون استابل اكتر بس هلا هون بيرجع بيكملي انه ترتشري كاربو كاتيون طبعا هاد الحكيث انا عادينا ميت مرة بحكيلي انه المثل والبرايماري حكينا انه هي القاعدة الاساسية لموضوع ماركو فنيكوف ضرور تعتمد على اساس شغلة للكاربو كاتيون انترميديات هلا احنا بنا نشرح هون السبب انه احنا دائما نشتغل على هاي القاعدة بحكيلي انه ليش البروتون طبع اله اكس يعني هو اله بيروح بانطاف ل السبستيوت كاربون او بمعنى اخر او بمعنى اخر او بمعنى اخر تعتمد الكاربون اكتر التفسير برجع لموضوع السبب للكاربو كاتيون انترميديات تمام بحكي لي انه الادشن بتأدي لمرستابل كاربوكاتيون انترميدين لما نضيف على قاعدة ماركوف نيكوف هذا بيعطيني مورستابل كاربوكاتيون بالتالي مورستابل برودكت تمام هلا هنا لو نلاحظ لما احنا ضفنا الاتش هون ضفناها عكس قاعدة ماركوف نيكوف فشو بطلع عنا الانترميدية اللي عم بيطلع عنا هون برايماري كاربوكاتيون تمام هلا بالمثال التاني لما نضيف على قاعدة ماركوف نيكوف حيطلع عندي التيرتشاري كاربوكاتيون بالتالي هو مستقر اكتر بالتالي قاعدة ماركوف نيكوف تعطيني اشي مستقر اكتر اوكي هلا الادشن ذا الادشتو او الادشن اوف اتشتو او تو الكينز هلا ما بدي اضيف اتشتو او لالكين برضه بنضيفها حسب قاعدة ماركوف نيكوف طبعا المصطلح بدل ما اعود احكي ادشن اوف اتشتو او توالكينز طلعوا لها مصطلح لي هو اسمه هايدريشن هلا الهايدريشن لما بدي احفزه بعطيه اسد وغالبا بتكون الاتشتو او فار بحكي لي برضه هو ريجو سيلكتب تمام الهايدريشن ادس بريفرنشلي تو لاس سبستيطو كاربون اوف دابل بون نفس مبدأ ال 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 الهايدريشن الهايدريشن بنضاف حسب قاعدة ماركوف نيكوف لا الكاربون اللي بتحمل اكبر عدد من الاتش ولو اتش بتنضاف على الاشي اللي بيحمل عدد اقل من الاتش دي ما احنا شايفين هنا الاتش الاتش نضافت ل يحكوا عن الميكانيزم يعني من الاشرح بالتفصيل الميكانيزم اللي صارت طبعا هدا ثري ستيبز تمام اول ستيب اد ابروتون اه اه بحكيلي 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 اه احنا متذكرين لما حكينا انه الميكانيزم بتفرجيني دور الكاتاليست في موضوع تاني حيصير عليها شحنة موجبة زي ما هو عندي هون هاي الكاربو كاتيون هادا طبعا secondary كاربو كاتيون intermediate طبعا هاي بظل عندي اتشتو او هنا تاني ستيب رياكشن بين نيوكليوفايل واللكتروفايل حتى يعمل نيوكو فيلنت بوند ال النيوكليوفايل هذا طبعا النيوكليوفايل هو المي لانه عندها الكترونات زيادة اللكتروفايل هو الكاربو كاتيون لأنه شحنته موجبة حيرتبطوا ببعض بطلع عندي هذا المركب طبعا هذا المركب برضه على شحنة موجبة بس شحنة صارت وين على الأو ستب ثري طبعا هذا انترميديا التاني اللي هون ستب ثري تيك أبروتون أوي أنو بروتون اللي بنا ناخده الاتش هاي طبعا إلا إحنا حاطينه في مكان هيو مي مليان مي تمام تيجي المي اللي موجودة جزائق مي تاني بيجو بياخد البروتون هذا فبطلع عندي هايوتو كحول مع الاتشتري أو موجب إذن هاي ثالث ستب أوكي بحكيني هون الأسد كتاليزد هايدريشن للألكينز يستخدم حتى نعمل سيكيندري و تيرتشري ألكولز بس ما منستخدمه ل برايمري ألكولز حكينا بالمنطق حسب قاعدة ماركوب نيكوف دائما الاتش بتروح على الاتش اللي من برة عشان عندها اكتر من اللي من جوه لذلك الواتش بتضل جوه فبالتالي يا بتعمل سيكيندري يا بتعمل تيرتشري لبرايمري ما بزبط لأنه إذا بدأت تعمل برايمري بدأت تنضاف على الضر اللي على الطرف حسب قاعدة ماركوب نيكوف ممنوع تنضاف على الطرف لأنه دائما اللي جوه بيكون عندهم اتش أقل هي بتنضاف على اللي جوه تمام فبحكي لي أنه هو دائما بيعمل لي سيكيندري أو تيرتشري شو اسمه الكوهولز طبعا ما نعمل لالإيثانول من هذا الموضوع لأن الإيثانول أصلا هم منذ التين كاربون فلما نعمل حسب قاعدة ماركوب نيكوف بيطلع عندي برايمري يعني هو المركب الوحيد اللي بيطلع برايمري من إضافة الماء مع الأسد ما هاي أسئلة برضو إنه حلوها أنتو أوك